أهلا بكم مجددا نبقى معكم في هذه الحلقة الخاصة من القاهرة نواصل معكم متابعة نتائج التي خلصوا إليها منتدى شباب العالم الذي انتهت فعلياته في النسخة الرابعة منذ قليل في شرم الشيخ ورحب ضيفي الكريم الذي ينضم إلينا في هذا الجزء من هذه الحلقة دكتور حسن سلامة وستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أهلا بك دكتور حسن أهلا وسهلا بسهول أحمد سعادة بوجود حضرتك معنا وعلى المستوى الشخصي طبعا سعيد بأنه أول مرة أجلس معك وتحور معك ده شرف لنا طبعا واشكركم على الاستضافة كالترخيرك وخصوصا أن الموضوع موضوع مهم الحقيقة طيب إذا ما بدأنا بتقييمك بشكل عام للمنتدى هذه هي النسخة الرابعة لاي مدى ترى أهمية وجود هذا المنتدى ولاي مدى تطور عاما بعد آخر إذا كان هناك من ملامح تطور يشهد المنتدى شوف يعني من غير مبالغة عايز أقولك أنه تنظيم هذا المنتدى في نسخته الرابعة في هذا التوقيت أستاذ أحمد أنا بعتبره شهادة نجاح للدولة المصرية لأنه بيعكس قوة الدولة المصرية في مواجهة التحديات والأزمات أنت تعلم أنه في جائحة صحية خطيرة طبعا يعني تواجه العالم كله جائحة كورونا وبالتالي أنك تنظم مثل هذا المنتدى وهذه الفعالية بهذا الحضور الكثيف اللي حرص كتير قوي من ممثل 196 دولة على المشاركة فيه أعتقد أنه شهادة نجاح حقيقية للدولة المصرية على جودة التنظيم وكفاءة التنظيم وكمان ما يتعلق بالمحتوى يعني قبل بس ما تطرق المحتوى أنت تعلم أنه كان طبعا فيه إقبال كبير جدا على التسجيل لهذا المنتدى حوالي نصف مليون شاب سجلوا على موقع منتدى شباب العالم المشاركين من 196 دولة ده بيعزز كمان مكانة مصر مش في المحيط العربي فقط ولا الإفريقي فقط ولكن في المحيط الدولي لأنه المنتدى ودي إجابة السؤال بتاع سيادتك لها فكرة التطور المنتدى تطور من مجرد منصة أو مبادرة شبابية إلى ساحة للحوار ما بين الثقافات المختلفة وتبادل الخبرات وكان بيأكد على أمر مهم جدا أنه التنوع والاختلاف لا يمنع التواصل والتفاعل والاستفادة من خبرات بعضنا البعض خلينا ننقل بقى ليه المحتوى اللي هو بيعزز يعني الكفاءة التي اتسم بها هذا المنتدى وصولا إلى التوصيات اللي خرجت في الجلسة الختامية اليوم يمكن المحتوى الحقيقة يا سيد أحمد كان بيأكس معايشة التجارب والتحديات اللي بيبر بيها العالم كل وكان يمكن الأساس فيها هو كيف سيصبح العالم فيما بعد كورونا الدنيا حيبقى شكلها إيه لأن كورونا ليست جائحة صحية فقط زي ما حدت تعلم يعني تركت آثارها الاجتماعية من ناحية تركت آثارها الاقتصادية من ناحية تركت آثارها حتى السياسية من ناحية تانية وفي النهاية أنا بأعتبرها الحقيقة تمثل أمن القومي بامتياز لأن الثروة البشرية اللي حدتك بتمتلكها وتهديد أحوالها الصحية أعتقد أنه بيمث مباشرة للأمن القومي ربما هناك تأكيدات أنه كورونا ستصبح وباءا متوطنا يعني ستبقى مع البشر كمالما حياتي يومي يعني نتمنى طبعا أنه يعني هذه السيناريوهات ما تتحقق شيء يعني وإن إحنا نتخلص من هذا الوباء لكن طبعا التقديرات كلها بتشير زي ما حدتك بتقول أنه قد يستمر لسنوات وبالتالي هو ده اللي فرض الحقيقة أنه نضع خطة استراتيجية لما بعد يعني استكمال هذا الوباء قبل أن تنضي خطوة للأمام للحديث حول محتوى المنتدى واحدة من النقاط التي تطرح أيضا بين الحين والآخر كلما عقد هذا المنتدى أو حتى منتدى شباب مصر إلى أي مدى يعني مثل هذه المنتديات تشتبك مع القضايا الحقيقية للشباب خاصة في مصر ولا المنتدى لأنه منتدى عالمي غير معني بما تعلق بالمشاكل الشباب المصري لا إزاي بقى طبعا المنتدى بالتأكيد بالمشاركة المصرية والتفاعل ما بين الشباب وما بين المسؤولين وده الحقيقة السمى الأساسية لهذا المنتدى أعتقد أنه بيطرح القضايا اللي بيمسها الشباب ويمكن ده ظهر تمام أنا ححيل حضرتك للمؤتمر الصحفي اللي عقده الرئيس السيسي مع المرسلين الأجانب وأجاب فيه حول قضايا داخلية قضايا محلية مباشرة حتى أثيرت من المرسلين الأجانب وأثيرت من عدد من الشباب المصري ورد عليها بمنتهى الشفافية تمام وبالتالي هناك قاسم مشترك ما بين التحديات التي تواجه الشباب في مصر والتحديات التي تواجه الشباب في دول أخرى ومن هنا الحقيقة هو ظل فرض أنه يكون فيه رؤية مشتركة لمواجهة هذه التحديات ليه هذه الرؤية المشتركة الحقيقة يا أستاذ أحمد لأنه التيمة بتاعت الأربع نسخ بتوع منتدى الشباب كانت بتدور حوالين ثلاث محاور أساسية محور السلام محور التنمية محور الإبداع تمام؟ لا تنمية دون سلام وهذه التنمية تستلزم حلولا خلاقة خارج الصندوق زي ما بنقول خارج الصندوق دي دايما موجودة في أزهان الشباب علشان كده دايما كان فيه مشاركات من الشباب بالحضور الكثيف اللي حضرتك يمكن تبعته والسادة المشاهدين طيب حالك شايف أنه المنتدى أو حتى منتدى الشباب مصر لسان حال الشباب طبعا إلى حد كبير إلى حد كبير لكن أنت محتاج طبعا تكرار يعني عقد مثل هذا المنتدى أنا أتصور أنه في نهاية السنة حيُعقد نسخة أخرى تمام؟ من منتدى شباب العالم تمام؟ بالإضافة إلى المؤتمرات الوطنية يعني لا تنسى أن هناك مؤتمرات وطنية للشباب تُعقد بين حين وآخر بيتبادل فيها الشباب مع المسؤولين تمام؟ رؤاهم ووجهات نظرهم فكرة الاستماع في حد ذاتها وفكرة التفاعل المباشر وكُنك بتقف أمام المسؤول أو المسؤول بيقف قدامك ويعرض ده في حد يسوط نحن ما شفناهوش قبل كده يا سيد أحمد يعني هذا تغير حقيقي تغير نوعي والإسهام فيه وتسارع وترته هو ده اللي بيؤسس الحقيقة لما أطلق عليه الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة إن ممط التفاعل حيبقى مختلف تماما ما بين القيادة وما بين الشعب تمام؟ ممط التفاعل حيبقى مختلف ما بين المسؤول وما بين الشباب تمام؟ خصوصا الشباب أنت بتتكلم ليه عن الشباب الحقيقة يا سيد أحمد لأنه الشباب هم المكون الرئيسي في الهرم السكاني المصري نسبتهم عالية جدا وهم اللي حيقودوا المستقبل إذا ما كانش عندهم القدرة إن هم يعبروا إذا ما كانش عندهم القدرة والتأهيل الكافي أعتقد إنه المستقبل حيبقى محل نظر علشان كده لاهتمام الكثيف جدا بالشباب فكرة تمكين الشباب والتي يسبقها دائما من وجهة نظري تأهيل الشباب قبل الحديث عن التوصيات إذا كان لك أن تلفت النظار لبعض النقاط المهمة فيما أثير من قضايا الحقيقة اختار بعض العناوين الرئيسة كده أنا نقشها مع حضرتك يعني أنا بشكرك على هذا السؤال لأنه الحقيقة أنا دائما بعتبر إن الحديث عن المنتدى هو حديث فخر لأي مصري لأنه الحقيقة ما دار فيه من محتوى كان مهم جدا فإذا نظرنا مثلا لإحدى الجلسات المهمة اللي هي الجلسة الخاصة بالإعمار في مناطق ما بعد الصراعات ودي يمكن الرئيس سيسي حارس على إنه يشارك فيها طبعا كان فيه مشاركة رئاسية في كل الجلسات لكن كان هناك كثافة في التفاعل في هذه الجلسة على وجه الخصوص لأنه الرئيس وجه فيها الحقيقة عدة رسائل مهمة سنقتل التفاصيل لحظة لكن يعني دعا خلينا نضع في جلسة أخرى الجلسة الخاصة بالتنمية النموذج التنموي الرائد اللي هو مبادرة حياة كريمة أعتقد أن ده كان له أهمية كبيرة دي الجلسة كانت تكلم على محاربة الفقر محاربة الفقر بالضبط كده وعندنا كمان الأهم من ده كله بقى الحقيقة يا سيد أحمد ويرتبط به في نفس الوقت نموذج المحاكاة الخاص بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللي شارك فيه الرئيس أيضا بفعالية شديدة ولكن الرئيس هنا انتقد ما أثير على الإنسان بعض المتحدثين في هذه الجلسة ربما قال نصن أنتوا بتسيقوا المصر بالضبط هو قال أن المسألة لازم تبقى بناء على وقائع وقراءة حقيقية لما يحدث ما هيش مزاعم مسموعة ما هيش ثقافة سمع لكن أن حضرتك تنزل وتشوف على أرض الواقع ما تم وبالتالي تستطيع أن تنتقد وأن يكون نقدا بناءا النقد البناء ده أنك تساعدني في حل المشكلة طب أبدأ معك بهذا الملف وهو واحد من ملفات الغاية في الحساسية صحيح لتأثيراته الداخلية وأيضا لتعقيداته وتشابكاته خارجيا شوف النموذج المحاكاة كان الهدف منه الحقيقة يا سيد أحمد حكتي معذرة أنا بغض النظر عن نموذج المحاكاة الملف كله أنا هكلم على الملف أنا هكلم على الملف طبعا النموذج كان بيعرض لملف حقوق الإنسان في مصر نمرتبط بأمرين أساسية الرؤية المصرية الخاصة بحقوق الإنسان واللي استطاع الرئيس السيسي أنه يعرضها بمنتهى الشفافية هذه الرؤية بتقوم على إيه؟ بتقوم على أولوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن اللي هي بتتشابك على طول مع رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالتنمية المستدامة يعني إيه الكلام ده؟ يعني المواطن المصري لا يستطيع أن يشارك مشاركة سياسية حقيقية حرة فاعلة إلا إذا تمتع بالخدمات الأساسية التعليم، الصحة، المواصلات، الطرق، السكن، المياه، الصرف الصحي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي حقوق أساسية للمواطن الغرب كان دايما يحصر ملف حقوق الإنسان في البعد السياسي فكرة حرية التعبير، فكرة المشاركة السياسية، فكرة الانتماء إلى أحزاب فكرة تكوين أحزاب، فكرة الانتماء إلى جمعيات وكثيرا ما كان يستخدمها وحضرتك تعلم كأدوات ضغط سواء بالنسبة على مصر أو بغير مصر من دول أخرى أو التدخل في الشؤون الداخلية حقيقة لما مصر طرحت رؤيتها بأولوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نالت تقدير العالم كله لأنه أصبح حقيقة واقعة أنت ما تقدرش أبدا تقول لواحد روح انتمي الحزب وشارك وقف قدام صندوق انتخاب وهو مش لاقي مياه مظيفة وهو مش لاقي سكن كريم من هنا جاءت فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الأولوية ده المستوى الأول المستوى الثاني الحقيقة مرتبط بتدشين وللمرة الأولى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي الرئيس سيسي تدشنها في سبتمبر 2021 لأول مرة يبقى عندنا خطة مستقبلي طيب وإيه يعني عندنا خطة مستقبلية عندنا خطة مستقبلية يبقى عندنا متابعة لهذه الخطة وانتظار لنتائج أنت قدامك خمس سنوات قلت ان عندي خمس سنوات هنفس فيهم أهداف معينة سواء ارتبطت بالحقوق السياسية الحقوق الاقتصادية الحقوق الاجتماعية الثقافية بعد الخمس سنوات هناك محاسبة تمام جدل جديد الحقيقة أولا النظر المستقبلية انت بصش تحت رجليك النهاردة انت عايز تحسن جودة الحياة في مختلف المجالات لمدة خمس سنوات ويتلوها خمس سنوات أخرى هناك متابعة وتقييم دائم لهذه الخطة الاستراتيجية خصوصا أنها استراتيجية وطنية وطنية يعني أنها بعمل الاحتياج المحلي وتتواءم مع الثقافة المصرية صحيح هناك عالمية في حقوق الإنساني لكن في خصوصية في التطبيق هناك اختلاف تام في فكرة التطبيق لأن ثقافات الشعوب العربية والثقافة السياسية المصرية حتى مختلفة عن الثقافات الغربية هناك قواس المشتركة لكن تبقى هويتك وشخصيتك وخصوصيتك هي الطابع الخاص بالتطبيق بالنسبة للحقوق الإنسان على خلفية ده كان الرئيس لي واحدة من الجمل ربما ذكرها في أكثر مناسبة بشكل أو بآخر على مسألة التغيير بالقوة صحيح وقال إنه ربما هذه المسألة تأتي بخراب دعني هنا أستذكر الجملة نصا لا هو نصا كده الحقيقة التغيير بالقوة يؤدي إلى صراع ويؤدي إلى خراب تمام يعني بهذا الشكل يعني بهذا المعنى هذا التحذير ربما له دلالاته لربود أنا أقول التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب يصعب السيطرة عليه صحيح ليه كلام ده في أكثر من مناسبة ذكرها برضو ده المستويين ما الذي يدور بذهني ده فيه مستويين يا أستاذ تمام أنت دايما وانت بتتعامل مع التفاعلات المجتمعية داخل الدولة بتنظر للمحيط الإقليمي بتاعك لما تنظر للمحيط الإقليمي بتاعك بتكتشف أنه كثير جدا من جيرانك فقدوا الدولة الوطنية فقدوا فكرة أنهم موجودين في أرض شعوبهم فقدوا أنهم موجودين في أرض وآمنين بدليل أن أنت بتستقبل تمام من دول كثيرة تمام يعني تستقبلهم وتقدم لهم الخدمات جنبا إلى جنب مع المصريين رغم ما يمثله هذا من عبء على الاقتصاد المصري لكن يبدو أنه نهر النيل يعني أفاض بالكرم على المصريين ف نعم هذا بيحدث تمام ده المستوى الأول المستوى الثاني الحقيقة أنه فكرة التغيير بالقوة الحقيقة لن تجدي نفعا ليه لأن أنت ستخلق بيئة صراعية تمام ستقضي فيها سنوات لا يمكن السيطرة عليها تمام مسألة ستتحول إلى أقسام تمام إلى طواقف تمام وأظن أنه تستحضر في زاكرتك وحاجة بتتكلم معي دلوقتي الدول التي فيها مثلا الطائفية تمام حتى الآن لم تستقر ولم تحقق معدلات تنمية وتطلب المساندة المصرية يمكن الدولة الوحيدة المستقرة تمام الآن هي الدولة المصرية تمام هي عمود الخيمة زي ما بنقول كده في المنطقة العربية تمام أنا استحضرت هذه الجملة في سياق حديث حضرتك عن ملف حقوق الإنسان والحريات السياسية صحيح فوجدت أنه من المفيد ربما يكون هناك رابط فيما تعلم به طبعا طبعا وهذا المستوى التالت ده المستوى التالت حضرتك قلت أنه الدولة المصرية تقدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صحيح على الحقوق الحريات السياسية وحرية التعبير حرية الانتقاد هي حرية مكفولة لكن لها شروط حرية الانتقاد المشروطة دي مرتبطة بإيه مرتبطة بإنه يبقى عند حضرتك معلومات وفية عن الموضوع تمام ما ينفعش أنا أتكلم في موضوع أنا ما عرفش عنه حاجة تمام لازم يبقى عندي إلمان وده يستلزم حاجة من الدولة إنها يبقى فيه قدر عالي جدا من الشفافية بإتاحة المعلومات علشان الناس تقدر تقيم تمام دي حاجة الحاجة التانية إن أنا لو بواجه مشكلة أولية نقد على شيء معين تمام طب أنا طرف في المشكلة وطرف في الحل يعني لابد أن أبحث عن حل تمام هو ليه أنت بترتكن إلى الشباب لأنه لديهم الطموح لديهم الرغبة في التغيير لديهم القدرة حتى على التفكير خارج الصندوق زي ما بقول كده تمام بيبحث دايما عن حلول غير تقليدية وهو عارف كمان لاحتياج وبالتالي يستطيع أن يقدم الحلول المناسبة لهذه المشكلات ده مستوى في غاية الأهمية يعني فكرة بناء الوعي يا سيد أحمد تمام وفكرة التنشئة على النقد البناء إحنا محتاجينها النهاردة ده يمكن ما أشار إليه الرئيس السيسي لأنه أصبحت المسألة بلا وعي وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي حتى ساحات بيستخدمها البعض للتعبير دون إدراك بس هنا كما أشارت حضرتك الدولة معانية بإنتاج المعلومات طبعا وأعتقد أنه الدستور نص على قانون حرية المعلومات حرية تدول المعلومات طبعا يعني حتى القانون ده بيخلي الدولة مش فكرة الإتاحة طبعا إنها تكون منتجة صحيح منتجة للمعلومات طبعا طبعا ده أمر مهم فهنا فيه دور كبير دور للدولة طبعا دور للدولة طبعا إحنا بننكرش ده لازم يبقى فيه دور للدولة طبعا لأنه أنت في النهاية لو ما بتكلم على أي نظام سياسي أنت تتحدث عن دولة بمؤسسات وعن شعب بتكوينات اجتماعية تمام تقدرش تحمل طرف على حساب طرف الاثنين لازم يبقى بينهم قواسم مشتركة علشان الاستقرار السياسي يستمر ويتحقق تمام ده مطلوب الدولة عليها أدوار ينبغي أن تؤديها تمام والمواطن كمان عليه أدوار ينبغي أن يؤديه تمام تقدرش تحمل الدولة لوحدها ولا تحمل المواطن الواحدة والاتنين في قارب واحد زي ما احنا بنقول والمصلحة مشتركة مصلحة استمرارية الدولة واستقرار النظام جاية ومصلحة استقرار الشعب وتحقيق التنمية جاية بردو طيب نلتقي تنفسنا قبل نتحول إلى النقطة الاخرى وهي مسألة التنمية ومحاربة الفقر ومبادرة حياة كريمة دعنا نتابع بعضا من الأخبار المرتبطة أيضا بالمتدى حيث أكد رئيس الجمهورية أن دول أوروبا لم تحتاج لتعزيز التعليم أو الصحة بسبب عدم زيادة سكانها ولكنها اتجهت لهذا السبب إلى تطوير الخدمة لتعطي مزيدا من الرفاهية لشعوبها جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع صحفيين وممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعليات منتدى شباب العالم في نسخاته الرابعة والذي عقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من الشهر الحالي هاتوا كل دولة عدد سكانها قريب من عددنا بنقول أنها بتعمل انفاق مناسب هتجد أنه على الأقل بتنفق التريليون دولار لبكال المعليون دول لماذا بتقريد من الدولة مثلاً زي دولة أوروبية غنية عندها ثبت في النمو الديمغرافي بتاعها لمدة اربعين خمسين سنة يعني يعني الأمثلة هنا مش هتبهها مؤلمة الحل يعني لما قول دولة زي ألمانيا لما قول دولة زي فرنسا إن عدد سكانها مزادشي على مدى الثلاثين لاربعين سنة اللي فاتوا هو كان محتاج بقى يعزز من النظام الصحي اللي عنده النظام التعليمي اللي عنده ولا يطوره لو عايز يطوره يحسن فيه ليه هو امتلك بنية صحية جيدة تستطيعنا تقدم خدمة طبية جيدة جداً كل المطلوب منه بقى أنه يعزز ويطور هذه الخدمة حتى تعطي مزيد من الرفعية لشعبها الدخل في الدولة والقدرة الاقتصادية والمالية هائلة في حين أن القدرة الاقتصادية في مصر كمله المقارنة عايز قارن بيني وبينك أنا أنا قابل قابل قارن بيني وبينك بس كمل المقارنة هو أنا دخلي زيك؟ هو أنا مستوى تعليمي زيك؟ لا هو أنا التحديات اللي عندي زيك؟ لا فلما تطلب مني اطلب مني مع مراعات ظروفي ربما هذه الكلمات ودكتور حسن يعني خير رابط ما بين الملف الحركة تتكلم عنه ملف حقوق الإنسان وأن الدولة المصرية بتقول اهتماماً أكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل الحقوق السياسية وحريات بداء الرأي والملف الذي ننتقل إليه وهو مسألة محاربة الفقر رئيس سيسي في أكثر من مناسبة لعله أشار صراحة أو تحدث صراحة على أنه زيادة السكانية تلتهم جهود التنمية وأنها أحد المعوقات وإلى آخره لكن في المقابل هناك وجهة نظر تؤكد على أنه الثروة البشرية عنصر مهم جداً في تحقيق التنمية وأنه صعب أنها تكون معوق لالتهام جهود التنمية كيف نقارب بين وجهتين النظر لهم يعني محل نقاش؟ نشوف الجدل حيظل قائم يا أستاذ أحمد ما بين وجهتين النظر أنه لابد أن نعترف بأنه القوة السكانية هي ثروة يعني ثروة كبيرة يعني تستطيع أن أنت توظفها توظيف جيد تمام حتى كأسلوب من أساليب الردع تمام أمام أي محاولات للتدخل أو غير تمام لكن يبقى برضو هي أنهي قوة سكانية أنهي ثروة سكانية هي الثروة السكانية صحيحة البدن هي الثروة السكانية اللي عندها علم ومعرفة يعني أنت حتى بتتكلم مش على أعداد فقط لا أنت بتتكلم على الجودة في هذه الثروة السكانية هو ده يمكن اللي السيد الرئيس بيقصده تمام؟ أنه فكرة أن يبقى عندك قوة سكانية صحيحة طيب ما الدولة تؤهل؟ الدولة بتؤهل تمام؟ تؤهل هذه الكوادر؟ وده المستوى الثاني اللي أحكلم فيه بقى تمام؟ الدولة بتؤهل في ضوء موارد محدودة أنت دايماً الاقتصاد فيه مشكلة يعني داريسي الاقتصاد عارفين المشكلة دي بيسموها مشكلة الندرة تمام؟ إيه هي مشكلة الندرة؟ إن دايماً المطالب تفوق الموارد دايماً المطالب تفوق الموارد وحدة المشكلة دي بتختلف من دولة إلى أخرى حسب معدلات النمو السكاني تمام؟ لو معدل النمو السكاني معدل مستقر تمام؟ يعني ما فيه زيادات وطفارات سريعة جداً تقدر تخصص الموارد باللغة الاقتصادية توظف الموارد لتحقيق اللي حدث بتتكلم عنه ده يبقى عندك بنية صحية قوية بنية تعليمية قوية لكن لو التفارات مستمرة دون ضوابط وفشل حمالة لتنظيم الأسرة وفشل قلق الوعي وكلام ده هتلاقي الموارد هي هي محدودة تمام بتقدرش تطال غير نسبة برضو محدود ويبقى أصادك تحدي آخر الفقر الضعف الصحي الضعف التعليمي وتحاول ان انت تحسنه لكن لازم تضبط شوية يعني تيه في مرحلة من المراحل وتقول والله يا جماعة انه لابد ان يكون هناك تنظيم انت حتى تتذكر زمان كان في حملات تنظيم الأسرة حسنين ومحمدين وكانت ناجعة جدا وكانت معدلات التنمية بتدت تتحقق لكن فجأة دون ضابط ودون رابط وبالتالي الموارد كما هي بل تتضاءل انت النهاردة هتجيب منين اما انت لجأ الى قروض او منح والقروض والمنح مرتبطة بمشروطية سياسية الموضوعية يعني تجعلنا نؤكد على انه يعني ليست القيادة الحالية التي تثير هذه القضية ولكن على امتداد العقود الماضية ربما الاربعين او الخمسين سنة الماضية لطالما الحكومات المتتالية على مصر تحدثت كثيرا ومرارا وتكرارا على مشكلة الزيادة السكانية فهي ليست مشكلة وليدة اليوم يعني لا تثار فقط على لسان الحكومة الحالية ولكن يعني في تجارب الدول وانت حركوا سادة العلوم السياسية وربما يعني تعطينا نظرة شاملة في قراءتك لتجارب الدول التي نهضت كان ترتيب اولوياتها انها ركزت على التعليم صحيح هل وكب ذلك فكرة مواجهة زيادة السكان في بعض التجارب ولا اشتبكت مع القضية بحالها كما هي عدد السكان كما هو واولت قدرا كبيرا جدا من جهودها للتعليم وربما جاء على حساب بعض المناحي الاقتصادية او الاجتماعية ولكنها تحملت الى ان تخرجت اجيال قادرة على البناء انت بتحاول تعمل هل الدولة المصرية كان يعني كان مطالبة انها تعيد ترتيب اولوياتها على الاقل في هذا التوقيت انت بتحاول تعمل ده الحقيقة بان انت تركز على تمام القضايا الاساسية تمام او التحديات الاساسية اللي هي التعليم والصح تمام ليه؟ علشان انت بتتحدث عن ما يسمى الفقر متعدد الابعاد الفقر ما هواش فقر داخل يا سيد زحم لا هو فقر قدرات وامكانيات تمام لو هو متعلم تعليم جيد هيقدر يوصل لمستوى داخل جيد لو هو عنده صحة جيدة هيقدر يوصل لمستوى داخل جيد يبقى اذا المسألة متعددة الابعاد تمام ناحية اقتصادية انت بتحاول تناميها من خلال فرص عمل ومشروعات واستثمارات وتخصيص موارد الى اقصى مدى ممكن تتعاون فيه الدولة بالمناسبة مع القطاع الخاص مع القطاع الاهلي او المجتمع المدني يعني المسألة لا تتحملها الدولة منفردة لا انت عندك رجال اعمال كمان لابد ان هما يؤدوا دور فيما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية علشان يغطوا معدلات التنمية المطلوبة اصاد الزيادة السكانية المتحققة دي حاجة الحاجة التانية الحقيقة انت محتاج تضبط الزيادة السكانية وده حصل يمكن دول كبيرة زي الصين مثلا تمام خلت المسألة يعني اكثر انضباطا المسألة اصبحت اكثر انضباطا دول اخرى اوروبية معدلة بالساني مثل الاساليب للتبعية للصين ربما يصعب تطبيقها هنا لعكبرات دينية طبعا طبعا احنا بناخد بس النموذة الاسترشاد احنا بتاخد الاسترشاد تمام بحالة تمام انما قد تستخدم هذه الاساليب بما يتوافق مع ثقافتك فيما يتعلق بالتعليم وحارك بتقولي انه دولة يعني في سبيلها لانهب التعليم هاخدك للجانب الاكاديمي اللي حضرتك متخصص فيه واكيد تحتك بالطلبة والمحاضرات وما الى ذلك بشكل عام حارك راضي عن لا لا طبعا لانه الرضا ده على مدار سنوات انت بتعالق برضو زي ما قلنا كده مشكلات متراكمة من سنوات طويلة جدا تمام وبتعالق كمان فكرة الانتقال الى صورة جديدة من البحث والمعرفة انت النهاردة بتتكلم على انه الطالب اللي كان بياخد على فكرة التلقين اللي احنا بنقولها او الاستاذ بيقول المحاضرة وهو يحفظها علشان يمتحن فيها المسألة اختلفت تماما انت بتسيبه النهاردة يروح ويبحث في مراجع وعندك منك المعرفة وعندك حاجات اونلاين يعني المسألة اختلفت تماما طب ليه حضرتك مشرادة لانه لسه تقييم التجربة تقييم التجربة ينتظر وقت انت محتاج وقت شوية علشان يتصل الى الحصاد تمام الاهتمام بالموضوع مش كل الناس مهتمة بانه هذا الموضوع يحقق ايجابيات تمام هو عايز ينجح وخلاص لكن انت بتركز على انك تبني انسان مختلف يواكب المرحلة القادمة تمام او بمعنى اخر ودعني هنا اقتبس جملة على لسان الخبراء في التعليم لما حضرتك تخرج جيل قادر على انتاج المعرفة انتاج المعرفة طبعا ده غير متحقق حتى الان في الاجيال اللي حضرتك بالدرس لها تقدر تقول بالنسبة يعني 40% 30-40% لكن انت محتاج لسه يعني فترة زمنية علشان النسبة دي تزداد شوية يعني لانه الموضوعية تقتضي ده ليه لان انا لو قلتلك احنا عصلنا المية في المية تمام يبقى احنا بنتكلم كلام مش صحيح تمام وفي نفس الوقت تمام لازم نبحث ايه الاسباب المخلية هذه النسبة موجودة انا حارك بتكلم عن تعليم الجامعي فقط ولا التعليم بمراحل المسلم لا ممكن ينسحب على فكرة بينسحب لانه انت اللي بيجي لك في الجامعة ما هو حصيلة التعليم ما قبل الجامعي حصيلة ابتدائي واعدادي وسنوي والكلام ده كله انت بتكلم على منظومة متكاملة تمام ليس فيها الطالب فقط ولكن ايضا الاستاذ او المدرس تمام المبنى نفسه المدرسة تمام الانشطة المرتبطة بالتعليم لانه المسألة ما بعيدش بس مجرد تحصيل معرفي لقى فيها انشطة اخرى مصاحبة لهذه المعرفة وكيفية الاستفادة وتوظيف هذه المعرفة انت بتخلق عقل ابتكاري انا حكلم حاجتك في نقطة تمام رئيس اصدى القرار جمهوري قبل ايام ويمكن حاجتك تتذكر بانشاء جامعة الابتكار في مدينة العاشر من المرضى في محافظة الشرقية تمام ده معنى ايه معنى ان انت بتحاول بكل السبل ان انت توفر البيئة الداعمة لخلق من هو قادر على انتاج المعرفة تمام ده هيحتاج وقت مش بمجرد ما الجامعة تفتحت تمام هتلاقي الناس موجودة وكلهم علماء مستحيل وحتنتقي منهم يعني انت هتنتقي من دول وتستطيع ان انت تستفيد منهم الاستفادة القصوى تمام بما يتواءم مع اهدافك اللي انت عايزه ان انت تغير صورة الحياة داخل مصر دون تأخذنا التفاصيل ولكن في جملة عابرة انه لسان حل كثير او بعض من اولاء الامور غير راضيين على ما يجري في مراحل التعليم ما قبل الجامعي شوف ده برضو ده برضو يعني ألسنة الناس ألسنة الحق لابد ان نستمع لعنه لسبب بسيط حاولك برضو حال الانسان عدو ما يجهل يعني دايما الانسان في فكرة التغيير بيقاومها دايما انت عارف كده انه انه حاول يغير تمام بيلقى مقاومة شديدة جدا تمام هنا بقى في مشكلة حقيقية ايه هي المشكلة دي انه قبل تطبيق سياسة ما لابد من اجراء ما نسميه بالحوار المجتمعي ناخد رأي الناس تمام نهيئ البيئة ده انا بكلمك بمنطقة صراحة نحن نحتاجه ان احنا نهيئ البيئة من خلال حوارات مجتمعية تمام مع اولياء امور مع مدرسين مع مدير مدارس مع طلبة تمام تسألهم عن رأيهم تعمل استطلاع رأي بعد شوية تمام تنظرهم تمام ولابد من توفيق وجهات النظر كلها المسألة ليست سياسات مكتبية توضع تمام من قبل مسؤولين لا سياسات بتطبق هذه السياسات لابد ان تلقى القبول المجتمعي زي ما بنقول وده بالمناسبة ينطبق على القانون مش بس ينطبق على السياسة العام ينطبق على القانون قبل ما تحط مشروع قانون تطرحوا حتى للحوار المجتمعي علشان الناس تبقى متقبلات لان انت بتعمل القانون عشان الناس تلتزم به وبتعمل السياسة عشان الناس تبقى راضية عنها لان لها اهداف لكن لو اتعاملت بفجوة اعتقد ان احنا بنصل للمرحلة اللي احنا بنكلم فيها طيب لان الوقت يمضي سريعا خلينا نتحدث عن التنمية ومحاربة الفقر الرئيس الجمهورية اعتقد ان وذكر رقم 6 مليار جنيه صحيح 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 في مبادرة حياة كريم تحديدا في مبادرة حياة كريم يعني تقييم هذا الجهد لابد ان يكون على ارض الواقع هل انخفضت نسبة الفقر في مصر مع هذا الانفاق بص انت يعني برضو احنا مش عايزين نبقى بنستبق الاحداث بمعنى ايه ان التقييم ده بيحتاج إلى فترة زمنية شوي تمام أنت بتحتاج على الأقل 3-4 سنين 5 سنين علشان الأثر يبقى ظهر تمام احنا عندنا ما يسمى بقياس الأثر تمام أنت عايز توصل لده قياس الأثر لسه شوية عليه برده تمام ليه لأن انت اشتغلت في محافظات تمام وحاولت ان انت توفر فرص عامل تمام وتفتح مشروعات تمام تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة وغيرها باعتبارها قاطرة للتنمية بالإضافة لمشروعات القومية ربما أنا مدفوع بالسؤال ده لأنه يقينا حضرتك تلمس ده في الشارع يعني أو تتواجد بين الناس أنه لا يزال هناك قطاعات يعني تكافح من أجل البقاء على قد الحياة قطاعات كبيرة يعني ارتفاع الأسعار تلهي الظهر كثير من القطاعات صحيح قطاعات كثيرة يعني قطاعات كثيرة يمكن أنت تكلم على النسبة الغالبة من الشعب المصري طبعا يعني تعاني ويمكن رئيس سيسي أكد أكثر من مرة أنه يعني تبعات الإصلاح الاقتصادي تحملها المواطن المصري دون أن يتألم لأنه عارف أنه فيه عوائد تمام هذه العوائد بقى تمام هنا النقطة يزال هذه العوائد يترى تمام هذا الجيل هو الذي يحصد هذه العوائد ولا الجيل القادم هو الذي حيحصد هذه العوائد دي مسألة تمام حتى الآن نحن ننتظر نتائجها لأنه فيه سينياريوات متعددة تمام بس على الأقل أنت تشهد بأن هناك جهد يبزل بأن هناك إنجاز يتحقق تمام ولو حتى في مجال من المجالات أن هناك تحسنا ما في مجال يمسك بصورة مباشرة هناك مجالات أخرى تحتاج لمزيد من التحسين طبعا لأنه أنت بتبني دولة أنت بتبني مجتمع بصورة مختلفة تماما بين عشية وضحاها مسألة في منطقة صعوبة أنت تحتاج إلى فترة زمنية يعني مستقرة وهنا نقول أنه أنت محتاج استقرار طب ما يثار حتى على أسألة تواصل الانتماعي ربما يعني ما زحك البعض فيها نحن في مرحلة عنق الزجاجة ولا أخرجنا من عنق الزجاجة ولا سقطنا من جديد في قاعة الزجاجة أين نحن من خارطة الزجاجة أعتقد أنه يعني إحنا تدينا بالفعل يعني نعدي مرحلة عنق الزجاجة تمام يعني اقتربنا من الخروج يعني أنت بتلمس لوقتي قدر من الإنجاز تمام في بعض المجالات صحيح في ضغوط تمام لكن أتصور أنه خلال المرحلة المقبلة تمام يمكن يكون الوضع أكثر تفاؤلا تمام لأنه خلي بالك المسألة ما هيش مرتبطة بس بقدرة الدولة المصرية وتخصيص الموارد وغيره أنت وجهت تحديك المفاجئ لكل دول العالم تمام تحديك الزبط ودي أثرت على الاقتصادات بدرجة كبيرة جدا يعني أعتى الاقتصادات تعاني الآن تمام أنت حفظت على معدل نمو صحيح وأنه محدود 3.5% تمام طيب يعني ترغب أنه يكون أكثر تمام لكن على الأقل قدمت دعم وحماية اجتماعية تمام في فترة الكورونا تمام ودعيت كمان إلى فكرة استمرار العمل لأنه لو كنت استمرت في مرحلة الإغلاق يا أسوز أحمد تمام كنت البلد وقت خالص عزيزي تمام لأنه نتنين مرتبطين ببعض طب قبل أن نغادر هذا الملف مبادرة حياة كريمة والتعويل عليها أنه في خلال ثلاث سنين مشاكل معظم أو كل القرى المصرية هتكون تحلت كيف يعني تقيمها في نقاط محددة ولأي مدى هي فعلا قادرة على القضاء تماما على مشاكل القرى المصرية والريف المصري مشاكل موروسة مشاكل لسنوات طويلة أنت بتغير لستين مليون مواطن وعلشان تقول أنك هتقدر تغير في ثلاث سنوات يعني هذه المشاكل الموروسة يعني من قمة اليأس والمعاناة إلى قمة التفاعل مسألة صعبة لكن اللي أقدر أقوله تمام أن هناك جهدا يبذل وأن هناك وطيرة سريعة في حجم الإنجاز المتحقق تمام لكن نطاقه الجغرافي قد إيه عدد المستفيدين منه قد إيه تمام عشان نتكلم بالعلم تمام ده محتاج شوية وقت تمام يعني نرحل الإجابة على السؤال ده يا سيد أحمد تمام إذا أحيانا يعني ربنا ده في الصحة وقت نظر لنهاية الفترة المحددة لهذه المبادرة عشان نقدر نعرف تمام طيب إحنا نقصنا إيه تمام بالمناسبة ده شيء طبيعي لأنه كتير قوي من الخطط التي توضع قد لا تستطيع إنك تنفذها بصورة إجمالية تمام إنما تفاصيلها هي اللي بتبقى واضحة قدام حولك طيب قبل أن نذهب إلى ملف عدد العمار المناطق مع بعض الصراعات وهو واحد من ملفات الثرية بالنقاش وكثير من النقاط طرحت فيه كانت غاية في الأهمية صحية هدعوك لمتابعتها أيضا هذا الخبر رئيس الجمهورية أكد أنه حرص منذ توليه الحكم إلى إدارة أزمة وقضية سبن النهضة الإثيوبي من خلال الحوار هكذا أكد رئيس الجمهورية طيب قبل أن نتحول إلى ملف عدد العمار إذا كان لك من تعقيد على هذه الإشارة من رئيس الدولة أشوف أسد النهضة تمام يعني بيمس مباشرة الأمن المائي المصري وأتصور أنه يعني الدولة المصرية تعاملت بأعلى درجات الحكمة مع هذه القضية في مقابل يعني تعنت إثيوبي كان واضح جدا وإصرار واستمرارية في هذا التعنت لأنه هو الموجود عنده يعني عنده المحبس يعني زي ما بنقول كده تمام وكمان هناك من يعني يغريه ويدعمه من أطراف خارجية كثيرة تستخدم هذه الورقة للضغط على مصر وعلى السودان تمام بالتأكيد مصر لا تتنازل عن حقه ومصر عرضت هذه القضية كما تعلم يا أسوة أحمد في كثير من المحافل الدولي ووضح تماما يعني حق مصر العادل ونصبها العادل في مياه المياه تمام اللي أكد رئيس الدولة أكثر من مرة أنه هو لن يفرط فيه نقطة مياه واحدة منه تمام أنا أتصور أنه هناك بدائل تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحاضر إلى جانب هذا الملف وموجهته الدبلوماسية عظيم أنا عايزة أسترسل معك في الملف دول ملف الآخر لكن ربما فجأت أننا معنا ديتين فأنا أترك لك مساحة التعقيب على ملف عادة العمار وإن كنت أنا كنت أخطط أننا في حالة محلات العصف الزهني كنت أطرح معك أكثر من نقطة لكن قدر الله ما شاء فعلا فأنت حضرتك معي ديتين إذا كان لك من تعقيب على ملف عادة العمار مناطق ما بعد الصراعات تمام يعني إذا خلصنا موضوع ملف صد النهضة بنقول أنه في بدائل أخرى بتلجأ إليها الدولة المصرية لتأمين مصادر المياه بالنسبة للمصريين لأنه تمام المياه هي حياة المصريين أنت ما عندكش مصادر أخرى يعني تمام تحلية مياه مياه أبار لكن في النهاية المصدر الرئيسي هو مياه النيل تمام بالنسبة لملف يعني إعادة الإعمار في مناطق ما بعد الصراعات أعتقد أنه النموذج الأبرز اللي بيحضرني دلوقتي الحياة يا سيد أحمد هو مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة تمام بعد الحرب اللي شنها الإسرائيليين عليهم تمام والخمسمائة مليون دولار اللي أعلنها الرئيس السيسي والشركات المصرية والعمالة المصرية ده في قطاع غزة عندك في ليبيا كمان تمام هناك عمالة مصرية يعني تذهب إلى ليبيا بكثرة شديدة بعد يعني الدعوة إلى عادة الإعمار فيها أعتقد أنه المسألة دي مسألة أساسية أنك تعيد بناء ما تم هدمه نتيجة الصراع ده يحتاج بالفعل إلى وقت تمام في إذن إقرار السلام مسألة مهمة تسوية الصراعات مسألة مهمة عظيم وده كان لي أن أنا يعني أخذ عشرين سنية أو تلاتين سنية واحدة من النقاط المهمة اللي أثيرت في هذا الملف ما ذهب إليه أحد المتحدثين لليمنيين لأنه اليمن يعاني حقيقة صحيح مما يجري على أرضه قال أنه الـ 22 محافظة اللي في اليمن ليست جميعها دكتور تشهد يعني تدعيات الصراع والحر صحيح فممكن أن تتجه جهود عادة الإعمار إلى المحافظات التي ليس بها أثار لهذا الصراع وإعداد هذه المحافظات بشكل جعلها تستوعب أعداد اليمنيين الفارين من ويلات ما يجري في بقية المحافظات وحدة من الأفكار المهمة جدا والتي لاقت قبولا لدى طرحها مرة أخرى سعيد بالحوار مع حضرتك ونقاشك لأول مرة وإن شاء الله تتكرر هذه اللقاءات مرة أخرى شكرا دكتور حسن دكتور حسن سلام أستاذ العلومة السياسية بجماعة القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا 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 دائما وأبدا لحضراتكم غدا بإذن الله تعالى تجدد اللقاء وحلقة جديدة من القاهرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة